اشتركوا في القناة أن تمكين تلقت أكثر من 17 ألف طلب دعم ضمن البرنامج وذلك على مدى أسبوعين متتاليين لتوفير الدعم لنفقاتها التشغيلية كشفت أحصائية صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بشأن تقييم خدمات مركز فحص المعادن لشهر مارس الماضي ارتفاع مستوى الرضا عن جودة الخدمة بنسبة 65% مقارنة بشهر يناير الماضي الذي بلغت فيه 50% فقط أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1308 نقاط بارتفاع نسبته 6 من 100% وذلك عائد الارتفاع مؤشر قطاع الخدمات وقد تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 6 ملايين و 856 ألف سهم بقيمة إجمالية تجاوزت مليونين وتسعمائة وخمسة وأربعين ألف دينار تم تنفيذها من خلال 49 صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية كشفت بيانات الميزانية السعودية أن الإيرادات غير النفطية للمملكة العربية السعودية شكلت نحو 33% من إجمالي إيرادات الميزانية السعودية للربع الأول من العام الجاري لتبلغ 63 مليار و300 مليون ريال حيث تعكس تلك الأرقام نجاح استراتيجية السعودية الرامية لتنويع مصادر الدخل عبر رؤية 2030 أعلنت مجموعة إيرباس الأوروبية للصناعات الجوية أنها منيت بخسائر صافية بلغت 522 مليون دولار في فصل الأول من العام الحالي بسبب فيروس كورونا المستجد كما وسلمت المجموعة في هذه الفترة عدداً من الطائرات أقل بأربعين طائرة من عدد تلك التي سلمتها في الفترة نفسها من العام السابق بسبب تفشي الوباء ترجمة نانسي قنقر